ونبقى في العراق وينضم إلينا مراسلاء الغد من بغداد مصطفى القطان ومن البصرة صهيب الفهداوي وأبدأ معك صهيب وضعنا في صورة ما يحدث الآن في البصرة بعد تلك الأحداث التي شهدتها البلدة نعم منذ الصباح شيع سكان البصرة ستة قتلى سقطوا يوم أمس في التظاهرات وهو الحدث الأبرز في الصباح على ذلك لم تخرج أي تظاهرات حتى الآن منذ الصباح وحتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها ولكن هناك دعوات لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بالخروج بتظاهرة حاشدة أمام مبنى المحافظة دعوا إليها اليوم بعد الظهر ستنطلق هذه التظاهرة بحسب الدعوات هناك إجراءات أمنية مشددة السلطات عززت من تواجدها أمام مبنى المحافظة لمحاولة السيطرة على مبنى المحافظة وعدم السماح للمتظاهرين للوصول إلى البناء يوم أمس كان يوم صعب جدا على البصرة كان هناك مصادمات عنيفة بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين على الرغم من استخدام السلطات نيران أسلحة متوسطة على الشاشة في إطلاق العيارات النارية بالهواء لتفريق التظاهرات إن أن التظاهرات استمرت رغم حضر التجوال حتى ساعات متأخرة من الليل على الصعيد السياسي كان هناك مطالبات من قبل سياسيين في البصرة ونواب من البصرة بمطالبات للحكومة بإيجاد حلول لهذه المشكلة وبعض النواب ذهبوا إلى التحذير من عصيان مدني قد يكون الخطوة القادمة لتظاهرات البصرة بعد الأحداث التي شهدتها على مدار شهرين من انطلاقتها وحتى الآن لربما تكون الخطوة القادمة أو بعض الدعوات التي نسمعها من هنا وهناك في الأوساط الشعبية من المتظاهرين تطالب بعصيان مدني في كافة أرجاء البصرة كخطوة ثانية يحاول من خلالها المتظاهرون الضغط على الحكومة من أجل على الأقل الآن لفت نظر الحكومة إلى هذه التظاهرات ومن ثم العمل على تحذير مطالبهم نعم ومنك أتحول إلى مصطفى في بغداد مصطفى إذن هل رشح رد فعل رسمي من قبل الحكومة في بغداد صباح اليوم وماذا عن اجتماع العبادي مع نواب البصرة عماذا أسفر نعم طبعا استكمالا لما ذكره صهيب هناك قيادي في تحالف سايرون وهو الشيخ صباح الساعدي وأيضا عضو مجلس النواب عن البصرة طالب الحكومة العراقية والحكومة الاتحادية بالانتقال إلى محافظة البصرة وإعلان البصرة عاصمة الطيرارية في هذا الوقت وأن يتسنم العبادي منصب المحافظ وقائد عملية البصرة من موقع أدنى من أجل حل جذري لهذه المشكلة المحافظة تظاهر منذ أكثر من شهرين دون أذن صاغي من الحكومة العراقية رئيس الوزراء العراقي كان قد اجتمع بمجلس الوزراء يوم أمس من أجل وضع حلول كان هناك دراسة لعدد من المشاريع وكذلك الاقتراحات من أجل إنشاء مجمعات مائية وكذلك مشاريع تحلية مياه في محافظة البصرة نفس الوعود التي أطلقت قبل فترة ليست بالقيلة دون تنفيذها على أرض الواقع الاجتماع أيضا مع وجهاء البصرة وكذلك نواب البصرة تخللت الكثير من الوعود بإيجاد حلول سريعة الإنفاقات التي سوف تطلق لمحاوطة البصرة التخصصات المالية إيجاد حلول لمشكلة مياه الشرب لكن حتى هذه اللحظة الحكومة لم تتمكن من تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع ربما المشهد السياسي في العراق الآن وما يحدث في داخل قبة البرلمان يغطي على ما يحدث في البصرة ويكبل أيدي الحكومة من أن تقوم بإجراءات حقيقية من أجل إنهاء هذه المشكلة التي بدأت تتفاقم وتتزاعد خصوصا مع القتلى السيدة الذين ذكرهم زميد صحيب الفعداء وكذلك الجرح الذي وصل عددهم إلى أكثر من سبعين من ضمنهم طبعا عناصر في الأمن العراقي ما ينبئ طبعا بصدامات عنيفة في محافظة البصرة كذلك رئيس وزراء العراقي ذكر بأن يجب أن يكون هناك تحقيق في أحداث العنف التي تحدث فيها البصرة الجبهة التركومانية العراقية دعت إلى إنشاء خلية أزمال كذلك لمتابعة الأحداث وما يجري في هذه المحافظة التي تغلي منذ أكثر من شهرين نعم مصطفى القطان من بغداد أشكرك وأشكر صحيب الفهداوي من البصرة شكرا لكما شكرا لك